السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في الجزء الثالث من المحاضرة التمنى من محاضرات هندسة برمجيات من جامعة القاهرة مع الدكتور محمد الرمدي استعرضنا في المثال السابق اللي هو بتاع الإيرلاينز أو خطوط طيران أي الكلاسز المحتملة نموم على الكلاسز من الع쁨 التقاية ول phải تعرف هنا لدينا 클�pound برويوه كلاسز لدينا كلفض المحاضرة ولا certo مهاتفر المريكس للفتär�� المقطع وليف كل هر يوجد بعد الأرأان منห Nur نعني لذلك عندي مسافر عندي عامل او طاق من الطائرة عندي حجز او كرسي وعندي نسخة من الرحلة بتاعت يوم معين وعندي حاجات محتملة مش متأكد منها reservation system ده غالبا يطلع control class airline هل حمثلها ولا لأ في schedule ولا مش لازم schedule يكفي ان اعرف الرحلات ومن الرحلات اعرف الرحلة دي موجودة في انا ايام وفي انا موحيد يمكنك عرف انت تبدأ بكلاسات الهمة والشيئ الانتجارات يمكنك ان تكون من الرحلة لحزن المستعمل لحزن المتقدم بها كافة انواع العلاقات بقول لحضرتك يستحسن انت تبدأ بسنترل تبدأ بكلاسات الهمة وتقول ما هي المهمة التي تظهر على هذه الكلاسات وما هي علاقاتها بالآخرين انتهيت من ذلك تمشي على خطوط العلاقات دي وتذهب لكلاسات الأبعد شوية وتبدأ تكرر نفس الموضوع وتحاول تتجنب أن تقلل علاقات قدر الإمكان وأيضا يعني تخلي التجنب في الحاجات المهمة المطلوبة لا يوجد حاجات مزيدة لأن كل علاقة بتعملها كل التجنب تعمله لتبعات في الامبلمينتيشن لازم أنفزه جواهي لازم أعمله أبديد وهكذا فزي ما بيقولك هنا إنها من الأسهل إذا اضطررت أن تتداول قدرا أقل من المعلومات نبدأ بمجرد من أجل المهمة 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 نظر أن نظر مما هي المهمة 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 و كيف يتحدثون إلى المهمة 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 من أجل المهمة 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 الم سواء association عادي او aggregation او composition اذا كان هناك التالي اذا كان الكلاص يمتلك او يتحكم فيه او مرتبط به او متعلق به او جزء من او يمتلك جزء منه او عضو فيه او الاخر هو الذي عضو فيه مع الكلاص اخر فاي كلاصين كده بشوف الاتنين دول هل واحد منهم يمتلك الاخر هل واحد منهم عضو في الاخر هل واحد منهم مرتبط بالاخر وهكذا وبعد ما عملت الكلام ده بحط الملتيبليسيتي بحط هنا one to many many to one اي ان كان العدد ممكن يبقى اتنين لخمسة وهكذا يعني وبعد كده بحط label على الassociation دي وحط هنا اسم وايضا يفضل ان احط لها ايضا لو مطلوب للاضاحة اسماء في النهايات الترفية في النهايات الترفي one to two or zero for example to four a person can be married for example to zero to four ladies label it clearly ضع اسم واضح على العلاقة دي و if also needed put names on end labels on both ends of the relation الان 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 هنبدأ في البحث عن الاتريبيوت we start identifying attributes نبحث عن معلومات المهمة ان احنا نحتفظ بها داخل كل class رموة بعض النونز والاسماء اللي سبق رفضها كclass تبقى هي جزء من class اخر ك attributes الاتريبيوت عموما بيفضل انه يكون simple value احيانا ممكن يبقى class قائم بذاته الان telephone number address بس هو عموما بيبقى قيمة بسيطة ما ياش مركبة مركبة so we start looking for candidate information that each class needs to keep some nouns that were possibly rejected as classes may qualify as attributes in other classes and we try to keep these attributes simple and of simple types or maybe simple classes but not too complicated تجنب التكرار في attributes مكررة او تمثل نفس data شاء لها لو لقيت مجموعة من attributes مع بعض شكلها وحدة وحدة عضوية على بعض ها ممكن تعمل لها class مستقلة بها زي المثال اللي احنا شايفين ه تحت كده لقينا الشخص حطينا اسم الشخص وبيانات الشخصية وبعد كده جينا مجموعة كبيرة من attributes تتعلق بعنوان هذا الشخص فقلنا لأ طب ليه والله ما انطلعش بقى address class خاصة بنفسها كويس وهذا الشخص ممكن يبقى له اكتر من address عشان كده هنا حطين النجمة فبالتالي بدل ما كان معقد اصبح هنا أبسط اصبح 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 attributes related to his address we can take it out as a separate address class and then this person can have one to many relation with address class and then class person becomes much simpler after removing out the attributes in a separate address class هنبص بقى هنا على مثال airlines ونبدأ ناخد الكلاسات اللي عرفناها قبل كده ونبدأ نسكن عليها attributes وال associations دلوقتي هنبدأ في تمثيل الكلاسات اللي استقررين عليها فعندنا class regular flight او رحلة يعني متكررة لها وقت ورقم الرحلة وعندنا بعد كده ايضا specific flight يعني الرحلة دي في يوم معين او في تاريخ معين دي كل concepts بقى اللي بطيدينا نطلعها هنبدأ نشوف هنصيرها ازاي طب دول علاقتهم ببعض طبعا one two many association ان الرحلة دي في منها كل يوم بتتكرر عندي برضو concept بتاع موظف في تفاصيل هنا اسمه ورقم ووظيفته طيب الموظف دوا بيرتبط باي تاني بيرتبط اولا بالرحلة يعني الرحلة فيها عدة موظفين طاقم والطاقم الواحد بيبقى في عدة رحلات وكمان في علاقة سوبرفايزور ان كل موظف ليه زيرو او واحد سوبرفايزور وكل سوبرفايزور ليه زيرو او اي عدد من الموظفين بعد كده عندي باسنجر او مسافر وعند بوكينج او حجز الحجز ده في رقم كرسي والباسنجر ده في اسم ورقم برضو في علاقات بينهم كل رحلة فيها هنا عدة باسنجر مسافرين عليها قائمة الحجوزات اللي على الرحلة دي وكل مسافر قد يكون ليه حجز او اكتر وهكذا باستمر بالطريقة دي لغاية ما جيب كافة التفاصيل والارتباطات بعد كده انتقل للمحالة الجاية ان انا ادور على الجنرال ادستيج اي ستار موظل مي كلاسز اذا انا 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 المترجم للقناة 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 هو parent الاثنين دول بخليه associated او مرتبط مع role. role يعني دور وبخلي اللي هنا ده اسمه دور المؤذف ودور المسافر يبقى الشخص الواحد ممكن مرة يبقى في دور مؤذف ولو هو مسافر يبقى هو ايضا في دور المسافر ودي بيأخذنا الحاجة اسمها design patterns ده اسمه state design pattern هنبقى نتكلم عنه بعدين ان شاء الله علشان يحل مشكلة ان الواحد مرة بيبقى مؤذف ومرة بيبقى مسافر لكن لو انا عامل الاثنين inheriting من ال person مش هقدر نفذ العلاقة دي يهيبقى كده يهيبقى كده اضطر اموت ال object ده وكرية object تاني فحلية الموضوع بان كل شخص بيبقى عنده attribute من نوع person role وممكن يتغير في لحظة ما يبقى موظف وفي لحظة اللي بعدها يبقى مسافر so I'm looking for possible generalizations I find a class employee a class passengers these ones ought to be belonging to a common parent which is kind of person where all the important information like birth date ID and name should be but now there is one problem that one employee at some point of time can be a passenger at another point of time so he needs to switch between these two but obviously if I make an object from this kind I cannot make it from the other kind what is the solution for this the solution is a simple idea called state design pattern a design pattern a design pattern is a clever tricky a clever trick for designing the system in this case I separate the class person from the role that the person is playing and the person can have can have one zero or one roles here and this role can be employee at some point of time if he decides to travel then his role his attribute role here that represents his role becomes passenger role so this way I can assign to the person at some point of time that he is an employee and then I can assign to the person at another time that he is a passenger now we come to the end of part 3 وصلنا لنهاية القزة الثالث من محاضرة التامنة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله